موسيقى مرسلة الحدث تنفي ما قاله عضو في الحرية والتغيير حول مراقبة دولية لاتفاق هدنة سودانية جديدة مجموعة والسبع تقول إن أعضاءها ملتزمون بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا موسيقى موسيقى ومصدر عسكري للحدث نحضر لحملة استباقية منعا لهروب تجار المخدرات من سوريا إلى لبنان موسيقى تسنيم تنقل عن قائد في الحرس التوري قوله إن الأجمات على العراق ستستبر طالما الجماعات المعارضة لطهران موجودة في كردستان موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الحدث تتواصل في جدة المحادثات غير المباشرة بين مبعوثي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع برعاية سعودية أمريكية لبحث وقف إطلاق النار وتمديد الهدنة وفتح الممرات الإنسانية في السودان وأنفت موفدة الحدث إلى جدة ما قاله المتحدث باسم قوة الحرية والتغيير بشأن مراقبة دولية لهدنة جديدة وأتوقع المتحدث باسم تحالف قوة الحرية والتغيير في السودان شريف محمد عثمان أن يتم الإعلان عن اتفاق هدنة جديد السبت بين طرفي الصراع في السودان ولفت عثمان في حديث مع وكالة أنباء العالم العربي إلى أن الاتفاق الجديد هو ثمرة المفاوضات الجارية في مدينة جدة ويمتد لعشرة أيام ويخضع لآليات مراقبة محكمة من قبل أطراف دولية كما أشار إلى أن الهدنة الجديدة تشتمل على ثلاثة مبادئ تبدأ بتثبيت وقف إطلاق النار وإعلان المبادئ ومن ثم تأتي المرحلة الثانية في البحث عن آليات متوافق عليها وأخيرا تأتي المرحلة الثالثة التي تركز على العملية السياسية للأزمة من القاهرة الكاتب الصحفي السوداني الأستاذ حمور زيادة أستاذ زيادة أهلا بك طيب فكرة نفي أن يكون هناك رقابة دولية لهذا الاتفاق ليست في صالحه بالعكس قال البعض لو هناك فعلا يعني قوات ورقابة دولية ربما يكون هناك ضمان أن لا يتم نقط هذا الاتفاق من الطرفين أنت معا أم ضد معلوماتي أن المبادرة الأمريكية السعودية منذ البداية طرحت مسألة الهدنة المراقبة دوليا لا أعرف أن هذا الأمر تم سحبه من الطاولة هذه أول مرة أسمع مسألة أنه لن تكون هناك رقابة دولية نقلا عن مراسلتكم حدود معلوماتي حتى اليومين الماضيين أن هذا الأمر ما زال قاية النقاش الممثل الجيش يرفض هذه المسألة ويقبلها ممثل الدعم السريع وموقف المجتمع الدولي والإقليمي داعم لوجود الرقابة الدولية وأنا أعتقد أنها مهمة سيكون هناك صعوبة في تحديد الآليات لكن أعتقد أنها مهمة ورأينا كيف أن جميع الهدنة التي تحدث خلال الشهر الماضي كانت تنتهك في ذات الساعة التي يعلن فيها لا بد من وجود جهة رقابية دولية تقوم على رصد هذه الانتهاكات لأن الطرفين كل واحد منهما يتهم الآخر بخرق الهدن طيب أنا أشير فقط للعاجل قائد فاغنر يعلن السيطرة الكاملة على بخموت وطبعا في صور لو نعرضها الصور الأولى طيب يعني نحن أمام عاجل الآن في تطور المعارك الأوكرانية الروسية في بخموت وفاغنر تسيطر على بخموت وتستعد لتسلمها للروس طيب سوزياد أعود إليك مرة أخرى في هذه النقطة في التخوفات يعني نحن أمام اتفاق في ثلاث مراحل وقف إطلاق نار العمل الإنسانية ثم الدخول إلى العملية السياسية ما تلك المعطلات أو حتى قلقك أنت شخصيا كسوداني فيما تعلق بالمراحل الأصعب في هذا الموضوع وطبعا القلق الأكبر من استمرار المعاناة الإنسانية يعني هناك مرحلتان هي مرحلة وقف إطلاق النار هي مسألة مهمة لأن هناك ضحايا يسقطون بسبب العمليات الحربية هناك انتهاكات يرتكبها قوات الدعم السريع بسرقات ونهب للمنازل فاستدباب الأمن في هذه المرحلة هو المسألة الأهم تأتي بعد ذلك هي مسألة تبعات الحرب يعني توقف الحياة تماما في العاصمة الخرطوم مسألة النزوح بالتعطل الناس عن العمل خاصة طبعا أغلب السودانين يعملون في قطاع غير المنظم يعني حوالي 70% من العاملين هم في قطاع غير المنظم يكتسبون رزقهم يوما بيوم الآن لهم أكثر من شهرهم بلا وظائف هذه مسائل تحتاج إلى ممرات آمنة لتوصيل المساعدات العاجلة للمواطنين لأنه لا يمكن توصيل المساعدات أثناء العمليات الحربية مما يعني يهدد سلامة العاملين في الإغاثة هذه المراحل الأهم في تقديري بعد ذلك يمكن أن تأخذ المفاوضات وقتها الكافي لا عجالة هناك إذا توقف إطلاق النار وتوقفت الانتهاكات طيب في نقطة تتعلق بالمقارنة ما بين انتظرنا لإعلان التوقيع والنقطة الأخرى تتعلق فيما سمعناه في القمة بالأمس من مبعوث البرهان وهو يرفض الحقيقة أن يكون هناك مساواة ما بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بالعكس طلب من كل العرب أن يتعاملوا مع الجيش السوداني يعتبروا هو الجيش الوطني وأن هناك ميليشيا مارقة على هذا الجيش ولا يجب أن يتساوى الطرفان بشكل أو بآخر انتلقا من هذه الجملة هل ينتبك شيء من عدم التفاؤل في المنتظر توقيعه؟ والحقيقة لا يمكن أن أخذ تصريحات الطرفين على محمل الجد هي دائما تأتي من أجل المزايدة السياسية ومن أجل رفع سقف التوقعات نحن نرى ذلك منذ إبريل 2019 حتى اللحظة الأخيرة عند توقيع الوثيقة الدستورية كان خطاب القوات المسلحة وحركة الدعم السريع كان أيضا خطابا عدوانيا للمدنيين حتى بعد إراءات وإنقلاب 25 أكتوبر أيضا كان الخطاب فيه نوع من المزايدة وأنهم لن يجلسوا مع المدنيين ثم جاءت الوساطة الأمريكية السعودية والتقيا وبدأت المفاوضات التي قادت إلى الاتفاق الإطاري أيضا في فترة الاتفاق الإطاري كان هناك كلام كثيرة عن عدم التوقيع عليه ولكن حتى النهاية تم التوقيع على أغلب النقاط وظلت نقطة دمج الجيوش وتبعية الدعم السريع لقائد الجيش هي النقطة التي عليها خلاف فكل ما يقال من هذا الاتجاه في أنه لن نوقع على شيء لا يتساوى الطرفان هناك طرف واحد له شرعية وطرف آخر ليس لديه شرعية هذه كلها سرديات يحاول كل الطرف من طرفين النزاع أن يكتسب بها المجتمع الدولي والمجتمع الداخلي لكن أنا أعتقد أنه مشكلتها أنها لا تراعي لظروف المواطنين هذا ليس زمن تكسب سياسي ولا زمن اكتساب شرعية على جسس ودماء ومعاناة السودانيين هذا لا يخلق تخوف كبير لأنه في أي لحظة يحدث فيها اختراق للمفاوضات وتوقيع سيلغى كل هذا الحديث السياسي الذي يبزل للإعلام شكرا لك سيد حمور زيادة الكاتب الصحفي السوداني من القاهرة شكرا جزيلا لك ميدانيا ومع دخول الصراع في السودان أسبوعه السادس استهدف قصف جوي ضواحي العاصمة الخرطوم ليل الجمعة السبت وتحدث شهود عيان عن غارات جوية استهدفت مواقع في جنوب أم درمان وشمال بحري وأخرى بالقرب من هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني في أم درمان هذا وتجدد صباح السبت القتال بين عناصر الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة نيالا بالقرب من مقر قيادة الجيش في حين أفاد ناشطون بمقتل ثلاثين شخص في اليومين السابقين بالتزامن مع أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان ارتفاع عدد القتلى منذ بداية الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع إلى ثمانمائة وخمسين قتيل ونحو أربعة ألاف مصاب وأشارت اللجنة إلى أن استمرار الاشتباكات يؤخر عملية حصر عدد القتلى والضحايا في معظم ولايات السودان كما وضحت اللجنة أن أفرادها لم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات بسبب صعوبة وتوتر الوضع الأمني في السودان لإصدار بيانات تتعلق بأعداد القتلى والجرحة في هذه الأثناء تضربت بيانات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول معارك شهدتها مدينة نيالا جنوب درفور يوم أمس الجمعة فادعى كل طرف أنه حقق تقدم على الآخر بيان الجيش أكدت تصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع على قيادة الفرقة السادسة عشرة متحدثا عن قتل وإصابة المئات منهم إلى جانب تدمير عشرات العربات المسلحة والقضاء على عدد كبير من القناص أما بيان الدعم السريع فأكدت تصدي لهجوم شنه الجيش في المدينة متحدثا عن تكبيد غسائر في الأرواح والعتاد كما اتهمت قوات الدعم السريع عناصر الجيش بقتل وإصابة مواطنين جراء قصف أحياء سكنية في المدينة كما جاء في البيان الله أكبر الله أكبر ولا نعمل عن الجمالاء ولا نعمل عن الجمالاء والنصر للقوات المسلحة والنصر للقوات المسلحة انتصارات الفرقة ستتاشر مشاعر ستتاشر الله خلصة بعد مرور أكثر من شهر على اجتباكات السودان يشكو المدنيون من عدم قدرتهم على سحب أموالهم من المصارف البنكية إثر توقف النظام المصرفي الذي كان بالكاد في بداياته توقف عن العمل بسبب انقطاع الإنترنت والكهرباء واستمرار القتال الماء أخلاقي والماء إنساني نحكى ذلك وطعا في المواطن الماء ألاقي الليلة هس أي زول دكان عنده موارد غزائية انتهت يبقى يجيبه من وين المعاشي طعبان شديد حتى حققوا يوم ما عنده وأنا آخر مرة صرفت 8 يوم شهر 3 يوم يبقوا إليه في الرصيدي 2000 جنيه البنوك كلها سرقت والماء أساسا ما مشغالة ما شغالة وهو الجيلان ما عنده أريد أن يديني منه عنده زل العيان بيأخذ ربعا على يال والله الكاشر بنبضي الفترة الفاترة دي كان أفع صعوبة شهير بنكك كان مشغال والناس يعني العنده في بنكك طلعته والبنكك يوم يشتغل يوم ما يشتغل أكدت حكومة جنوب السودان أنها تلعب دورا محايدا في الجهود الرامية لوقف القتال في السودان وذلك بعدما احتجت الخرطوم على استضافة جوبا يوسف عزة مبعوث قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوغلو وأشددت وزارته خارجية جنوب السودان في بيان لها على أن فكرة الوساطة تستلزم مشاركة جميع الأطراف بالقدر نفسه في إشارة إلى استضافة جوبا مبعوث لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الثامن من شهر مايو الحالي وصل إلى معبر كيرا ديم داخل حدود جنوب السودان نحو خمسة عشر ألف من الفرين من الاشتباكات التي شهدتها أو شهدت عدد من مناطق شهدتها عدد من مناطق درفور المختلفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وزير الشؤون الإنسانية في دولة جنوب السودان الذي وصل إلى المنطقة وصف الأوضاع بالكارثية واحدة من المعابر الحدودية الاثني عشر التي حددتها حكومة جنوب السودان لاستقبال الفرين من الاشتباكات المسلحة في السودان حيث استقبلت هذه المنطقة حتى الآن خمسة عشر ألف شخص نصفهم من مناطق دارفور المختلفة والنصف الآخر مواطنون من جنوب السودان اليوم جينا وشحاتنا الموجود طبعاً ده نقطة خدودية جينا وشوبنا الموجود ولجينا دهاجة ماساوية أولاً لجينا اللاجئين من أخواننا من السودانيين عدد كبير جداً فوق سبع ألف نفر والعايدين فوق سبع ألف نحن نتكلم عن عدد خمسة عشر ألف أكواخ من المواد المحلية شيدها الفارون لتكون مساكن بديلة لهم مساكن لن تقيهم من لساعات الشمس الحارقة أو تحميهم من حطول الأمطار الغزيرة نحن نجيب لنا المعيشة نجيب لنا المعيشة ونجيب لنا القطار الزماء المطر دقاء ونجيب لنا المطر وانتشفنا ده راكدين في التراب كناس المطر جاء يالذين ما بندروا الآن نحن نجيب لنا في التراب ما عندنا حاجة بنرقوط فيها نهاية والعوائل دي تعبت عندنا شوفها عدقاك وندنا ناس كبيرة للسن وندنا عيين عجاز وجينا من بلد ستة ولايات هسام المحضرين مرة واحدة إذن ما هو الحل السؤال الذي طرحناه لحاكم المنطقة الذي وعد بتجهيز مكان آخر يمكن من خلاله إعادة دمجهم في المجتمع لمن يرقب في البقاء لأن لا أحد يعرف متى ستنتحي الحرب نحن نزل طبعا هم حقيقة نوفر لهم المكان العامل وبعدها الاختيار وكلهم إذا كان الزوال عايز يكون مقيم يعملوا إجراءات عادية بتاعة الإقامة وبتكون حر بعدها هن في جنوب السودان ويلقوا له مكان للزراع ويلقوا له مكان إنه ينسحر في المجتمع ولكن يبدو أن البقاء تحت هذه الظروف قد يخلق وضعا كارثيا إذا لم تتدخل المنظمات الإنسانية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مبيور شيرلو لقناتي العربية والحدث كيرا ديم هدوط جنوب السودان مع السودان بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه عودة الاتماعات بين حزبي السلطة في كردستان بدغط أمريكي السلطة في كردستان الصين رعت مؤخراً اتفاقاً بين السعودية وإيران لكن برأيك كيف سينعكس هذا الاتفاق على العلاقة الأمنية ما بين الولايات المتحدة ومنطقة الخليجة وأن المملكة المتحدة في حال واجهت أي حرب ليس لديها من الذخيرة ما يكفي سوى لأسبوع واحد فقط عسكر تاريا مع أسامة سرايا الليلة العاشرة والنصف على شاشة العربية يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم أرجاعهم أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث أعلن قادة مجموعة الدول السبع اليوم أن تقدم نحو تسوية سياسية للصراع في سوريا هو شرط أساسي لتطبيع العلاقات مع سوريا والمشاعدة في إعادة أمارها على صعيد آخر أعلنت المجموعة دعمها المستمر لعمل منظمة حضر الأسلحة الكيميائية مشددة على التزامها بمحاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة وانتهاكات القانون الإنسان الدولي كما دعا الدول المجموعة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى سوريا في تقرير حول عودة سوريا إلى الأسرة العربية نقلت صحيفة روسية عن دبلوماسيين أن المسؤولين الأمريكيين يشجعون سرا إعادة الاتصالات بين سوريا وجيرانها وفي هذا الإطار ذكرت الصحيفة أنه ليس هناك لا مبالاة البيت الأبيض حيال الملف السوري تثير قلق البنتاجون ما يظهر مخاوف شبيهة بتلك التي كانت عشية القرار الأمريكي بالانسحاب من أفغانستان تقرير الذي سأل عن مصير الوجود الأمريكي رجح إمكانية احتفاظ واشنطن بقوة محدودة لتظهر لحلفائها عزمها على إعادة الاعتبار لقوات سوريا الديمقراطية ولكن التقرير وإذ رأى أن الإبقاء على الوجود قد لا يتماشى مع سياسات إدارة الرئيس الأمريكي بايدن لم يستبعد حدوث ما قد يؤدي إلى تعزيز الوجود كما حدث في العراق حيث عدت أو اعتبرت خطة واشنطن لتقليص مواقعها خارج أربيل بمثابة تنازل تحت ضغط إيراني وفقا للصحيفة من واشنطن البحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية لستاذ إيهاب عباس استاذ إيهاب أهلا بك دعنا نأخذ الموضوع بشكل واسع شوية يعني ما الذي يمكن أن نفهمه من سيناريو التعامل الأمريكي مع وجود القوات الأمريكية الموجودة في سوريا خصوصا حينما سمعنا عن تسريبات بأن السوريين يديرون وساطات مع الأمريكيين في سلطنة عمان ويطلبون بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا التي هي ليست كثيرة ما بين 900 وهناك من يقول 2000 نعم أهلا بحضرتك أستاذ محمود وأهلا بكل المشاهدين في الواقع هناك تخبط في أرواق السياسين الأمريكيين في أرواق السياسة الأمريكية في كيفية التعامل مع سوريا هل سوريا ما زالت استراتيجيا مهمة للولايات المتحدة الأمريكية هل هي من الممكن أن تكون بؤرة صراع مستقبلية مع روسيا في هذه المنطقة هل من الممكن أن تعود سوريا لكي تكون مرتعا للإرهابيين إذا ما استطاع تنظيم داعش أن يعود من جديد في الشمال الشرقي السوري هناك أبحاث كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية في مراكز الأبحاث وأيضا في الخارجية الأمريكية تبحث في هذه الأمور وتخلص إلى نتائج متضاربة في الواقع هناك من يؤكد أهمية سوريا للولايات المتحدة كأمن قومي وبعد استراتيجي وهناك من يؤكد أنه ليست لها ذات الأهمية القصوى التي كانت موجودة قبل ذلك منذ عام 2011 وما استدبعه بعد ذلك من تدخلات أمريكية وتحالف دولي لمكافحة الإرهاب ثم بعد ذلك طبعا خلافات مع الحكومة السورية امتدت إلى اليوم هذه المشكلة تضع الإدارة الأمريكية اليوم في دايلاما كيف تتعامل مع سوريا هل من المنتظر أن يكون هناك تعامل بشكل جديد يؤدي إلى إحداث تغير في العلاقات الأمريكية السورية بما يتوافق مع الرؤية العربية أم أن أمريكا ستتعامل لوحدها منفردة في هذا الملف بما يمليه عليها الوضع الاستراتيجي لقوات قصد وقوات حماية الشعب الكردية ومكافحة داعش في إطار التنظيم الدولي لمكافحة داعش هل القرارات الأمريكية حتى اللحظة ليست واضحة وحاسمة في هذا الإطلاق؟ طيب الموقف الأمريكي واضح الحقيقة في عودة سوريا للحضن العربي وكان معنا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط وعنده تحافظاته أنه ليسوا مرحبين بهذه العودة وهنا أسأل في ظل هذه العودة هل نحن أمام معاندة أمريكية في زيادة عدد القوات وزيادة الدعم للأكراد في هذه المسألة والدخول في صفقات أمريكية تركية طالما كل تحالف بدأ يأخذ مصالحه هذه عدة أسئلة حضرتك طرحتها مهمة جدا فكرة العناد الأمريكي وفكرة عدم الترحيب بعودة سوريا إلى الحضن العربي هي لا يس لها علاقة بالموقف الأمريكي نفسه من كيفية التعامل المستقبلي مع الملف السوري لأنه لا توجد رؤية واضحة لدى الأمريكيين طيب كيف من الممكن أن نتعامل مع سوريا التي عادت إلى أحضان حلفائنا المهمين في الشرق الأوسط إلى مصر إلى السعودية إلى الإمارات إلى آخره كيف سنقنع هؤلاء الحلفاء بأننا لنا وجهة نظر مختلفة وكيف سنطبقها على أرض الواقع هذه هي المشكلة التي تقع فيها اليوم الإدارة الأمريكية التعامل خلال الفترة القادمة مع الملف السوري سيكون حساسا جدا لأنه ربما يصطدم برغبات عربية يعني يصطدم الرؤية الأمريكية بالرغبات العربية في أن يكون هناك حل حقيقي للملف السوري عن طريق إعادتها للجامعة العربية ومن ثم العمل معها على خطوات واضحة وصريحة كما حضرتك ذكرت قبل أن أدخل مع حضرتك في هذه المداخلة أن هناك مطالبات معينة للحكومة السورية كي تقوم بها كي تعود بالفعل إلى وضعها الطبيعي في الشرق الأوسط كدولة قوية وفاعلة من جديد وهذا الأمر يتبناه العرب من خلال جامعة الدول العربية وهو لم يكن بالمناسبة في حسبان الولايات المتحدة على الإطلاق لذلك واشنطن حتى اللحظة غير واضحة المعالم في ماذا تفكر ماذا تريد كيف ستطبق ذلك على أرض الواقع هي المشكلة التي تمر بها إدارة بايدن هي إدارة بايدن واضحة يعني ما فيسه ومود هي إدارة بايدن لا تريد التواجد الأمريكي خارج الأراضي الأمريكية سحبت الناس من أفغانستان قواتها من أفغانستان قلصت الوجود في العراق بدرجات كبيرة جدا وما بقي في سوريا ألفين أو تسعمية كما يقولون في هذا العدد وبالتالي هي الطريقة بس سوزئها بالله أسأل عليها كيفية لو أرادوا أن يسحبوا يسحبوا لصالح تقوية العناصر الكردية الموجودة ولا يسحبوا بناء على صفقات أمريكية تركية هي المسألة ليست فقط أمريكا تركية وعناصر كردية ودمتم لا هي المشكلة أن أمريكا على رأس تحالف دولي لمكافحة داعش وهذا التحالف ما زال قائما ولم ينتهي عمله وبالتالي أي انسحاب للولايات المتحدة من منظومة مكافحة داعش سيؤدي إلى ظهور داعش من جديد وظهور داعش من جديد لن تستطيع روسيا التي هي موجودة في سوريا أن تحاربه لوحدها ويجب أن يكون هناك قوات تعمل داخل سوريا في هذا الإطار قوات دولية قوات سوريا قوات عربية إلى آخره كما كان التحالف في بدايته وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تعلم خطورة انسحابها لأن هذا سيحدث ما يسمى بالفاكيوم فراغ سياسي وعسكري طبعا ستملأه عدة جهات مختلفة وتظل سوريا على وضعها الحالي إذا ما أرادت الولايات المتحدة لسوريا أن لا تتطور في النواحي الأمنية والاقتصادية وإلى آخره فلا تتعاون مع الدول العربية ولا مع رؤيتهم وبالتالي من الممكن أن تفكر الولايات المتحدة أن هذا من شأنه أن يعوق عودة سوريا الحقيقية إلى الحضن العربي فتفكر وتطبق هذا الأمر على أرض الواقع وهذا سيكون أمرا غير جيد أما إذا تعاونت مع الفكرة العربية وحاولت أن تدعمها ولو حتى من تحت الطاولة أو من بعيد لبعيد أعتقد أنها من الممكن أن تحدث فارقا إيجابيا في عودة سوريا كدولة طبيعية لكن المشكلة ستظل دائما قائمة هي الوجود الروسي الذي دائما يؤرق الولايات المتحدة في الداخل السوري هل هي ستقبل دائما بوجود روسي هل ستقبل بالانسحاب التام وتلغي ما يسمى بمسمار جحل أمريكي داخل سوريا الذي يؤهلها دائما للعودة من جديد إذا ما لزم الأمر هذه ملفات كبرى وأسئلة كبيرة يجب أن يجيب عنها بايدن وإدارته سواء كانت وزارة الدفاع أو وزارة الخارجية سوزي هاب عباس شكرا جزيلا لك في عملية نوعية داهمت قوات الجيش اللبناني منازل لمطلوبين في منطقة حي شراونة بغية اعتقالهم وضبطت القوة معملا لتصنيع المخدرات بكميات كبيرة كما تخللت العملية تعرض الدورية المداهمة لإطلاق نار من أسلحة حربية وقذائف أر بي جي من دون وقوع أي إصابات بحسب بيان مدرية المخابرات في الجيش اللبناني في مقابلة خاصة مع الحدث أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن السلطات اللبنانية وضعت خطة استباقية لمنع هروب تجار الكبتاجون إلى لبنان وذلك بعد تعهد الرئيس السوري بمحاربة تجار المخدرات في سوريا بعد تعهد سوريا بضبط تصنيع الكبتاجون وتهريبه الجهات الأمنية والعسكرية اللبنانية تقوم بخطوات استباقية لمنع انتقال تهريب المخدرات ومنع انتقال مصانع الكبتاجون إلى لبنان القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية قامت وتقوم دائما بمداهمات كبيرة لمعامل تصنيع الكابتاجون في لبنان وقد نجحت جدا في ذلك كما أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في حديث أن السلطات تقوم بواجباتها لمنع تصنيع وتهريب المخدرات بالنسبة لنا تصدير المخدرات إلى الدول العربية خط أحمر هذا الموضوع ممنوع جدا نحن التزمنا منذ تولينا مهامنا الوزارية ومنذ تسلمنا الورقة العربية من وزير خارجية الكويت شخصيا في وزارة الداخلية بالاستمرار بقوة وبشراسة بحربنا على الكابتاجون هذا أمر يهم الدولة اللبنانية هذا أمر يهمني شخصيا كوزير للداخلية هذا الأمر يهم الدول العربية ولسيما دول الخليج والمملكة العربية السعودية التي تكون للبنان كل المحبة والخير ونحن نقوم بما يجب أن نقوم به حماية للمجتمع العربي حماية للمجتمع اللبناني حماية للمجتمع الخليجي حماية للمجتمع السعودي من باب إيماننا الشخصي بما نقوم به ومن باب المسئولية وحول إمكانية ممارسة فرنسا ضغوطا على لبنان لتسليمها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن لبنان لن ينظر لأي ضغوط خارجية وسيتعامل مع مذكرة الانتربور التي صدرت بحق سلامة حسب القوانين اللبنانية ما تقوم به فرنسا لجهة الضغط أو لجهة عدم الضغط نحن لا ننظر إلى الموضوع من هذه الزاوية نحن بالنسبة إلينا صدرت مذكرة عن القضاء الفرنسي لم نتبلغها كما هي لم يبلغنا القضاء الفرنسي تعميما بهذا الموضوع إنما الموضوع مختلف الموضوع هو في منحا آخر وفي مسار آخر نحن نتحدث حاليا عن نشرة حمراء صدرت عن منظمة الانتربور العميد خليل الحلو الباحث فيها شون السياسية والاستراتيجية سعادة العميد ما الذي في يد لبنان قانونيا وفي أيضا اتفاقات تسليم المجرمين في أنه يسلم رياض سلامة لمذكرة الانتربور التي اطرحتها فرنسا أو لا يسلمها نعم من الواضح أن الدولة اللبنانية مع هذا الملف ستتعامل من خلال القضاء اللبناني النشرة الحمراء تعني في حال السفر يجب اعتقال المعنى بهذه المذكرة ولكن كما قال وزير الداخلية لم يرد طلب من السلطات الفرنسية لتسليم رياض سلامة بتهمة موجهة له في فرنسا وبمطلق الأحوال حتى ولو حصل ذلك يجب المرور أولا بالقضاء اللبناني خاصة وأن رياض سلامة هو حاكم مصرف لبنان الموضوع حتى ولو أن له وجهة قضائية بحتة وله أيضا وجهة سياسية ووجهة اقتصادية ووجهة مالية في لبنان الأمر ليس بهذه السهولة والسلطات اللبنانية من الواضح أنها محرجة وفي مأزق الموضوع لا يمكن حله بالطرق العادية لو كان هذا الشخص شخصا عاديا فالتبعات التي يمكن أن تحصل في حال اعتقاله يمكن أن تنعكس سلبا على أمور كثيرة هذا بالمطلق ولكن أولا يجب أن نعي أن هذه الاتهامات يجب أن تكون مثبتة بمحاكمات وأن تكون مثبتة بدفاع وقرار قضاء التهم طبعا تضع الشخص المتهم في خانة الشلل يعني سلامه من مركزه الحالي ومن موقعه الهالي كحاكم لمصرف لبنان أصبح تحت المجهر بشكل كبير وهناك إحراج إذا استمر في مهامه هذا أمر أكيد ولكن الأمر الآخر هو أن هذه الاتهامات يجب أن تثبت هناك قضايا كبيرة في التاريخ وفي تاريخ القضاء وفي فرنسا تحديدا قضية دريفوس التي حصلت خلال القرن الماضي تبين بعد سنوات طويلة أن المتهم كان بريئا وإذن الموضوع يجب أن أخذه بحذر ووضع مصالح لبنان قبل كل شيء واحترام القضاء اللبناني بالرغم من كل الثغرات التي يعاني منها هذا القضاء قبل أن يأخذ القرار اللازم بخصوص سليمة موضوع الكبتاجون وتصرحات وزير الداخلية وأن التضييق على تجار الذين يصنعون الكبتاجون في سوريا سيصب في انفتاح كبير له في لبنان إمكانية ضبط الحدود وإمكانية تسريب التجار والصناع لهذه المخدرات إلى الداخل لبناني نعم إذا نظرنا إلى هذا الأمر ببساطة يمكن أن تضبط الحدود اللبنانية بنسبة كبيرة جدا فالإمكانيات موجودة ولكنها لا تضع موضع التنفيذ لأسباب معروفة لأن الحدود يستعملها ليس فقط تجار المخدرات والعصابات المتواجدة في طرفي الحدود والتي تقوم بخطف الأشخاص وبطلب فدية ولكن أيضا يستخدمها حزب الله للتنقل بين لبنان وسوريا وبالتالي ضبط الحدود من الناحية التقنية ومن ناحية الإمكانيات متوفرة تماما فالجيش اللبناني له أربعة أفواج حدود برية مجهزة تجهيزا إلكترونيا كاملا ولا يمكن لأحد أن يقول لا بهذا الموضوع حتى حزب الله لا يقول لا للجيش؟ يعني إذا كانت هذه المناطق الحدودية كلها تحت سيطرة حزب الله بالعكس ما أتحدث عنه من الناحية التقنية الجيش يمكنه أن يضبط الحدود ولكن لا يقوم بضبطها لأن حزب الله هو الذي يستعمل هذه الحدود وحزب الله هو في صلب السلطة السياسية التنفيذية والتشريعية الموضوع هنا يعني هنا تصبح المشكلة مشكلة مؤسسة الجيش مع السلطتين التنفيذية والتشريعية يعني أكرر لكي أكون واضحا الأمر من الناحية التقنية والعملينية ممكن تماما ولكن المشكلة هي سياسية وهنا إذا دخلنا إلى موضوع المخدرات بحد ذاتها فالجميع يعرف القاسي والداني أن تجارة المخدرات وخاصة تجارة الكابتاجون في ظل الحصار الاقتصادي والمالي الذي كان وما زال مفروضا على سوريا كان يدر على الخزينة السورية بشكل غير شرعي ثلاث مرات أكثر من الموازنة الشرعية لهذه الخزينة إذن الموضوع عندما نتحدث عنه من الناحية التقنية هذا الأمر غير كافي يجب التأكد أن السلطات السورية فعلا تريد وقف جميع تجار المخدرات لأن هناك أكثر من عشرين مركز كبير لتصنيع الكابتاجون في سوريا عدا عن المطابخ والمكابس الصغيرة التي هي أكثر من مئة وفي المقابل في لبنان هناك أيضا الأمر نفسه ولكن بكمية أخل ولماذا دخلت هذا التصنيع إلى لبنان هو لتضيع الأثر من مصدر هذه البضائع كانت أولا تنطلق من سوريا إلى دول الخليج ثم أصبحت تنطلق من سوريا إلى لبنان ومن لبنان إلى دول الخليج لكي لا يتبين المصدر وحتى أن هناك معلومات صحفية تشير إلى أن السودان يستعمل أيضا كمنصة وسيطة لتوصيل الكابتاجون إلى الدول العربية لذلك إذا كانت فعلا المقايضة بين عودة سوريا إلى الجامعة العربية إذا كانت هذه العودة ثمنها توقيف هؤلاء التجار يجب أن تأكد أن فعلا النظام السوري يريد أن يوقف كل هؤلاء التجار وليس فقط قسم منهم وترك القسم الآخر لذلك مسألة ضبط الحدود تتعلق بمدى إرادة السلطة السورية بضبط هذا الموضوع وبمدى قدرة السلطات اللبنانية على تجاوز كل الأمور وتحديدا حزب الله في حال أيضا حزب الله كان متعاونا أو لا العميد خليل الحلو شكرا جزيلا لك بعد الفاصل إلى أنوان جديد وفيه قائد فاغنر يعلن السيطرة على باخموت في أوكرانيا أعلن الإطار التنسيقي تفويد رئيس الوزراء المكلف محمد شيع السوداني باختيار الوزارات تقاطعات والخلافات داخل المكونات السياسية بدت واضحة من خلال توزيع الوزارات أتصور من أن هناك أطراف قد تضطر إلى إعلان خروجها من الإطار التنسيقي ما هو السيناريو المقترح للخروج من هذه الأزمة وتشكيل حكومة؟ ما وصل إليه السوداني إلى الآن هو وجود خلافات عميقة داخل البيت السني حول وزارة الدفاع تحديدا ماذا عن الأكراد؟ حصة الأكراد في هذه الحكومة المرتقبة الصراع الحقيقي هو الصراع داخل البيت الشيعي تحديدا على الإطار التنسيقي هناك خلاف داخل البيت السني يتمثل بتحالف السيادة وتحالف عزم معظم الأحزاب الآن المتصارعة لديها ميليشيات ممكن أن تمارس ثورها الضغط أن يتجاوز محمد شيع السوداني عقبت تشكيل الحكومة بعد هذه الخلافات حول الحصص ترجمة نانسي قنقر تابع الحدث في مكانه وزمانه عبر قادة مجموعة السبع عن قلقهم إزاء استمرار أنشطة إيران بما في ذلك نقل الصواريخ والطائرات المسيرة لمجموعات قالوا أنها تعمل بالوكالة وفي بيان لقمة المجموعة المنعقدة في هورشيما في اليابان حث القادة إيران على ضرورة التوقف عن دعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا كما رحبوا بالمبادرات الرامية إلى تهديئة التوترات في المنطقة بما في ذلك الاتفاق الأخير بين السعودية وإيران باستعادة العلاقات الدبلوماسية هذا وهدد قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور استمرار الهجمات الإيرانية على العراق في حل لم تقم الحكومة العراقية بطرد من وصفهم بالجماعات المعارضة لطهران من إقليم كردستان ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عنه قوله إن الحكومة العراقية تعاهدت بنزع سلاح هذه المجموعات وتردها من العراق وأضاف أن بلاده ما زالت تنتظر أن تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها مشددا على أن طهران أعطت فرصة محددة تعرفها الحكومة العراقية جيدا أفاد مراسل الحدث أنه من المقرر أن يجتمع المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني والاتحاد الوطن الكردستاني بزعامة بافل طالباني يوم غد وبحسب ما أفادت مصادر للحدث فإن الاتماع بين الحزبين هو الثاني من نوعه خلال أسبوعين ويأتي بضغط أمريكي وسيبحث الخطوات التي قطعها المكتبان للحزبين في مسألة انتخابات برلماني كردستان من أربيل لعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أستاذ محمد زنجنة أستاذ محمد أهلا بيك لفت نظري أن الاجتماعات تتم بضغوط أمريكية في إطار تهيئة الأوضاع للعملية الانتخابية القادمة في داخل الحزب هل فعلا في ضغوط أمريكية مساء الخير أستاذ محمد تحية لكم والزملاء والمشاهدين هي ليست ضغوط بقدر ما هي تشجيع على تطور العملية السياسية العراقية وخروجها من مسألة التأزمات وإن كانت هناك ضغوط فهي ليست على الحزب الديمقراطي الكردستاني بكل صراحة لأن حتى قبل الزيارات المتعددة والمتكررة للجانب الأمريكي للعراق والإقليم كردستان كان هناك تواصل بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني إن المسألة لم تكن واصلة إلى مرحلة القطيعة الاتحاد الوطني الكردستاني كان قد قاطع اجتماعات مجلس الوزراء قلص نشاطاته في داخل مجلس الوزراء وإلا فإن الوزراء كانوا مستمرين في دوامهم في مقر الوزارات باستثناء السيد قباط طالباني والذي كان يستأنف دوامه في مقره الحزبي الكائن في محافظة أربيل وهو المقر الثاني للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في أربيل هذا من جهة أخرى إن كانت هناك فعلا ضغوطات فهذه الضغوطات كانت على اعتراضات على بعض المسائل التي كانت تتحفظ عليها الولايات المتحدة الأمريكية على الاتحاد الوطني الكردستاني خصوصا فيما يتعلق بأحداث جرت في السليمانية ورانيا وفي أربيل هذا بالإضافة إلى بعض التهديدات التي واجهت بعض القادة المدعومين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهنا أقصد محاولة اختيال مظلوم عبدي في مطار السليمانية وهي أصلا لم تكن محاولة لاستهداف مظلوم عبدي بقدر ما كانت هي رسالة وجهت إلى الجانب الأمريكي وإلى الاتحاد الوطني الكردستاني من قبل الجانب التركي بأننا نرصد كل التحركات لكننا لا نستهدف مظلوم عبدي بشخصه ولا نستهدفه كحزب أو كقوة لأن تركيا تعلم جيدا وهي كعضوة في الناتو بأن الولايات المتحدة الأمريكية داعم دعما كاملا للفصيل الذي ينتمي إليه مظلوم عبدي إذن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت في أكثر من تصريح من قبل مساعدة وزير الخارجية ومن قبل السفيرة الأمريكية ومن قبل العديد من المسؤولين الذين زاروا أقليم كردستان بأنهم يؤيدون خروج العملية السياسية العراقية من التأزم لأن بكل صراحة اليوم الحكومة حتى ولو كانت إطارية هي غير مرغوب بها من قبل الميليشيات وهي معترض عليها من قبل الجانب الإيراني وهي أي أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إخراج الحكومة العراقية من هذا القمقم ومن هذه النقطة التي تسميها دائما بالسوداء في العملية السياسية العراقية خلينا سيد محمد ما هي نقاط الخلاف؟ ما بين الحزبين الكبيرين على ترتيب الأوضاع في كردستان منكم رئيس ومننا رئيس هذه الأمور كيف يمكن أن نحدد نقاط الخلاف؟ ونشوف الاتماع الغدا بكرة هو قادر على حلها أم لا غير قادر؟ أستاذ محمود لطالما كانت هناك عملية سياسية الخلافات ستكون موجودة وستستمر وستستجد خلافات جديدة أيضا يعني الوضع الذي نعيشه الآن مختلف عن الوضع في 2010 أو في 2005 أو في تسعينيات القرن الماضي نحن نتذكر أن المرحلة وصلت إلى كسر العظم بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بحرب أهلية لم تكن مستحبة أبدا وانتهت بصلح في واشنطن برعاية وزارة الخارجية الأمريكية في زمن مادلين أولبرايت وكانت هناك اتفاقية استراتيجية حتى هذه اللحظة لم تنسف أي أنها لم تلغى لا من قبل الديمقراطي ولا من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني بشكل موقع وبشكل رسمي على الرغم من الاتحاد الوطني الكردستاني التصرف لأكثر من مرة بعكس هذه الاتفاقية النقاط الخلاف اليوم تكمن في مسألة آلية الانتخابات كيفية توزيع المقاعد كيفية توزيع الدوائر الانتخابية مسائل تتعلق بالمكونات القومية والدينية مسائل تتعلق بالمحافظات وبعضهم يعز هذه المسألة إلى أضحف السياسي لبعض الأحزاب وخصوصا في منطقة السليمانية إن كانت حركة التغيير والتي لم تتحصل حتى على مقعد واحد في مجلس النواب العراقي والاتحاد الوطني الذي ظهر له منافسين أكثر في هذه المنطقة منهم حركة الجيل الجديد وحركات أخرى من الممكن أن تنشق بين الفينة والأخرى من هذا الحزب أو ذاك إذن هذه المسألة كانت هي نقاط الخلاف بل أن الاتحاد الوطني الكردستاني كان ينوي مزيدا من التأجيل للعملية الانتخابية هذه المسألة كانت بكل صراحة لعبة التضاد ما بين الطرفين وخصوصا من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تعودنا بأن تكون فيهم ثقافة مغروسة بأن كل ما يقوله الحزب الديمقراطي الكردستاني يجب أن يكون مرفوضا أضف على ذلك مسألة استشهاد الضابط هاو كارجاف في محافظة أربيل هذه المسألة بكل صراحة فاقمت الموضوع أكثر فأكثر ووصلت إلى حد أنه قاطع الاتحاد الوطني الكردستاني جلسات مجلس الوزراء ولكن أيضا كانت هناك مسألة إيجابية الرئيس مسعود بارزاني جمعته مكالمة تليفونية مع السيد بافل طالباني أعقبها اجتماع بين سيدين مسرور بارزاني وقباط طالباني أعقبتها المبادرة التي قدمها الرئيس مسعود بارزاني وقبلها مشاركة الاتحاد الوطني الكردستاني في الاجتماعات في اجتماع مجلس الوزراء إذن كل هذه الأحداث بشكل متسلسل بيّنت بأنه مهما كانت الخلافات موجودة ومتجذرة بين الجانبي لا بد من وجود حل يخرج الإقليم من هذه الأزمة وخصوصا أنها كانت هناك ملاحظات على مسألة تأجيل الانتخابات غير مستحبة لا من الجانب الأممي ولا من التحالف أو الحلفاء الذين ما زالوا يدعمون إقليم كردستان بناء على القرار الدولي 688 والصادر عن مجلس الأمن في عام 1992 نعم أسألك على موضوع الرئيس موضوع خلافي شوية عشنا الفترة الماضية بأنه كان يكون فيه تناوب رئيس من هنا ورئيس من هنا لا يمكن أن يكون حزب واحد دائما هو اللي بيرشح رئيس الجمهورية أستاذ محمود شكرا أنا آسف يمكن أن أعديت على هذه النقطة الاتفاق الاستراتيجي كان ينص أن الرئيس جلال طالباني الراحل مام جلال يكون رئيسا للجمهورية والرئيس مسعود بارزاني هو رئيس لأقليم كردستان هذا متى عندما يكون الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني معا في قائمة انتخابية واحدة في انتخابات 2013 انسحب الاتحاد الوطني الكردستاني من وحدة هذه القائمة أي خاض الانتخابات منفردا بعيدا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ومع ذلك استمرت العلاقات طيبة بينهما هذه المسألة استمرت حتى عندما رشح الدكتور فؤاد معصوم لرئاسة الجمهورية وأصر الحزب الديمقراطي الكردستاني على وجود الدكتور فؤاد معصوم في رئاسة الجمهورية في ذلك الوقت كان هناك أكثر من مرشح منهم الراحل دكتور نجم الدين كريم والدكتور برهم صالح ولكن المسألة أيضا تفاقمت أكثر بعد وفاة الرئيس جلال طالباني وخصوصا عندما فقد الاتحاد الوطني الكردستاني المزيد من مقاعده على حساب حركة التغيير وحركة الجيل الجديد في محافظة السليمانية وفي أربيل بات النفوذها يقل شيئا فشيئا ومقاعدها تقل شيئا فشيئا إذن عندما يطالب الاتحاد الوطني الكردستاني بأن يكون هناك تناوب في هذه المسألة يجب أن يكون هناك إما تعديل للاتفاق الاستراتيجي أو بقاء الاتحاد الوطني الكردستاني في قائمة مشتركة وهذا ما كان يؤكد عليه الحزب الديمقراطي الكردستاني وإلا فإن الديمقراطي لم يكن متحمسا لا لرئاسة الجمهورية وإلا لهذا الموضوع بدليل انتخاب الدكتور لطيف راشيد رئيسا للجمهورية شكرا جزيلا أستاذ محمد زينجانا شكرا جزيلا لك قالت صحيفة معاريف أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية راضية عن إدارتها لعملياتها الأخيرة في غزة لكنها لا توافق على تصريحات نتنياهو المبالغ فيها بشأن تغيير ميزان الردع في القطاع ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن عملية السهم الواقي التي نفذها في قطاع غزة كانت أفضل من العمليات السابقة واعتبرت الصحيفة أن النقاشات التي تجري على مستويات عدة داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية تؤكد بأنه لا يمكن عكس نتائج هذه العملية على المواجهات القادمة أمام حماس أو حزب الله ولفتت معاريف إلى أنه على الرغم من تزايد التهديدات تعتقد المؤسسة الأمنية أن إسرائيل ليست قريبة من الحرب هاجبت زوارق البحرية الإسرائيلية السبت مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر في كل من غزة وخان يونس ورفح وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن البحرية الإسرائيلية أطلقت الرصاص وفتحت خرطيم المياه سوب مراكب الصيادين شمال غرب غزة وأجبرتهم على ترك المكان وأضافت الوكالة الفلسطينية أن الزوارق الإسرائيلية أطلقت الرصاص سوب مراكب الصيادين في عرض بحر مدينتي خان يونس ورفح في جنوب القطع أعلن قائد فاغنر السيطرة الكاملة على بخموت مضيفاً أنه وقواته سيبدأون تسليمها للجيش الروسي يوم الخميس المقبل وتزداد مخاوف داعمي أوكرانيا من نتائج ليست في الحسبان لا سيما بعد الدعم الكبير الذي قدمته لكييف خلال الأشهر القليلة الماضية فماذا لو لم ينجح الهجوم الأوكراني في تحقيق النصر؟ على طرفي هذه الجبهة ليس الأوكرانيون وحدهم من يبحثون عن النصر فالهزينة قد تقلب الطاولة على الحلفاء ورهان بمليارات الدولارات معيار النصر يرى خبراء أن الهجوم الأوكراني المضاد المرتقب ضد الروس سيقيم بمعيار المناطق التي ستستعيدها كييف من قوات موسكو وسيشكل من جهة أخرى وأشيراً إلى فاعلية المساعدة المكثفة بالأسلحة والمعدات التي قدمتها دول حلف الأطلسي ماذا لو هزمت كييف؟ تقول مراكز الدراسات إنه في حال تعثر الهجوم الأوكراني المضاد ستزداد مخاوف الغربيين من تحول الحرب إلى نزاع مفتوح بلا نهاية أمر سيعزز حجج شريحة المسؤولين المعارضين في واشنطن وأوروبا لتقديم دعم غير مشروط لكييف خصوصاً أنه سيتحتم على الأوكرانيين اختراق خط الجبهة لنقل كل أسلحتهم المدرعة الجديدة خلف التعزيزات في ميدان مكشوف لا سيما أن روسيا اغتنمت هذه المرحلة لتعزيز خطوطها الدفاعية خلال الساعات الماضية اعترفت كييف بالتحقيق موسكو مكاسب في باخمود أمر قد يزيد من مخاوف داعم أوكرانيا في إحداث فارق وإطالة عمر من زاع فالدول الغربية استثمرت أموالاً طائلة في القوات المسلحة الأوكرانية لا سيما بإمدادها بأكثر من 230 دبابة مصفحة وإلى جانب المساعدة العسكرية الدولية لكييف التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات دربت الولايات المتحدة إحدى عشرة كتيبة أوكرانية تضم حوالي 6100 جندي على العمليات العسكرية المشتركة ونحو 4000 عسكري إضافي على أنظمة أسلحة كذلك قامت نحو 20 دولة أخرى بتدريب جنود أوكرانيين وبين شد وجذب على طرفي الجبهة يجمع كثير من الخبراء على تزايد مخاوفه في الولايات المتحدة وأوروبا من تحول الحرب في أوكرانيا إلى نزاع دائم نزاع لن يحصد فيه أي طرف سوى الموت والخراب اتمع قادة مجموعة سبع لالتقاط الصور الجماعية في قمة المجموعة التي تتواصل فعالياتها لليوم الثاني في مدينة هورشيما اليمني لم تنتهي ملفاتنا سأترككم في استراحة قصيرة وألتقي لكم بعد دقائق لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات